خليني بس أعيد كمان مرة أكرر إنه يسوع هو رب في لهوته يسوع هو رب الملائكة هو رب المجد هو رب العرش لاحظ كل هذه الدلالات عن لهوت يسوع المسيح هو رب الجنود مكتوب عنه هذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض إشعية ستة ثلاثة لكن برضو في العهد جديد يحنى بيتكلم مع ما قالوا إشعياء حين رأى مجده وتكلم عنه يعني المجد اللي بيحكي عنه في إشعياء قدوس 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 قدس الأب قدوس الإبن قدوس الروح القدس حين رأى مجده وكأنه يحنى يقول إنه إشعياء شاف مجد يسوع المسيح في يحنى 12 آية 41 ثم المسيح هو رب الصليب ورب الفداء فهذا ليس ضعف مثل ما ذكرت في حلقة سابقة إنه الشجاعة إنه القوة إنه التضحية لكي يموت عن البشر ويقدم نفس أضحية حتى يعطي الحياة والفداء الكامل هو رب الصليب والفداء فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل لاحظ عم بيكلم اليهود أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا لأنه عم بيتعجبه التلاميذ كانوا متخبيين خائفين مرتعدين فجأة بطرس الرسول عم بيكرز في يعني بين جبل صهيون وجبل الهيكل في منطقة كانت العيد يعني عشرات إذا مش مئات الألاف من الناس عم بيكرز بالبشارة ويقول لليهود يعني أنتم يعني صلبتموه الذي صلبتموه أنتم حقيقة صلب يسوع المسيح وما أحد اعترض عليها من كل الآلاف الموجودة الموجودة أحبائي يعني في هذا المشهد الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا الله جعله رب ومسيحا لأنه لهذا السبب جاء يسوع حتى يموت ويقوم من بين الأموات فكيف نقول أن المسيح لم يصلب أو كيف نقول يسوع شبه له مع أنه يتكلم أمام عشرات الآلاف من الشهود اللي عاينوا وشاهدوا هذا الحدث الكبير وهو صلب يسوع المسيح اشتركوا في القناة